مره عايزة أسألك عن تجربتك الأولى كعدو لجنة تحكيم تجربتي كعدو لجنة تحكيم أنا أساساً ما يعني قلبي ما بيستحملش يعني بدي كل الفول مارك عشان تبي فهم عشان أبقى معترفة بالحقيقة يعني يعني بحط نفسي في موقف أي بنت لأنهم هم يتعبوا جداً وبيبضلوا يلبسوا ويطلقوا وينزلوا فبختار طبعاً اللي هتكسب في الآخر هي الوحيدة اللي ما بقاش فيها مجاملة بس الباقي ببقى ضعيفة شوية شخصيتي ضعيفة شوية هناك النهاردة وانتي بتغني على الستاج وكنت متقلقة ولابسة جمب سوت اوف وايد عايزة ربدا اختيارك انتي ولا اختيار حد تاني بسي أنا دايماً بسيب يعني دايماً الستايلست بتاعتي مايسة أختي هي اللي بتختارني يعني مايسة تقولي مثلاً أنا هلبسك كذا كذا النهاردة مصمم الأزياء بقى طبعاً هوا اللي بيختاري اللوكو بتاعك بوسي أنا مبسوطة أن أنا على البحر ولابسة كاجول وبتاع ولفس سويموير ومش حاسة بتأييد برضو لما بكون لابسة في الثاني صوري بكونت عبانة وشايلة هام ان انا هقعونة كمية الوقاعت اللي وقعتها في فوستي سواري لا تقدر يعني مفيش حفلة في حياتي تلاقتي فيها لما لا زمقها فبتبقى مشكلتي كبيرة فلاي هيلز دايور والفستان فدلوات انا حاسة ان انا منطلقة عادي جداً يعني عايزة سأليك عن الحلقة بقى الحلقة ده من فانتيك فانتيك ياسمين عيد وياسمين عيسى دول بيعملوا حاجات هاند ميد او كده يعني الحلقة ده بيتعمل حاجة حاجة يعني فاص فاص الدايموند والحيات اللي في دي هم اللي بيعملوها باديهم يعني فعشان كده أنا مبسوطة بيه النهاردة هو فردة واحدة بس بتلمس كده او وانا باقللي ياسمين عيد مرسية عشان هي عملتولي مخصوص النهاردة عشالحاف انا بوسي ما بحبش انا ما بحبش الدهب عندي مشكلة مع الدهب يعني يلبس اكساسوريز يلبس دايمند او صراحة الدهب ده بحس ان انا مش مبسوطة يعني زي في ناس بحب الفاضة في ناس بتحب الاكساسوريز انا كده موسيقى 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 اشتركوا في القناة